بحث وزير التعليم العالي دكتور أيمن عشور مع السفير الياباني بمصر أوكاهي روشي سوبولا دعم التعاون في مجالات التعاون عفوا التعليم العالي والبحث العلمي وإنشاء الجامعات التكنولوجية وأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على الاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال مشيرا إلى الأولوية التي تعطيها الوزارة لدعم الجامعات التكنولوجية الجديدة وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفنية وأوضح الوزير أن الدراسة بالجامعات التكنولوجية المصرية تهتم بالجانب العملية حيث تشتمل المناهج الدراسية وعلى 60% تدريبا عمليا للطلاب بالتعاون مع شركاء في قطع الصناعة وذلك بهدف تخريج طلاب مؤهلين للعمل مباشرة في سوق العمل